سبع أسباب ليش لازم تشتري بلاي سيشن 5 وتسحب على البقية الكل حالياً قاعد يفكر في مستقبل اللعبي وإيش بيسوي في الفلوس اللي يجمعها هل بيشتري بلاي سيشن 5 ولا الأكس بوكس سيريس X ولا يسحب عليهم اثنينهم ويبنين له بي سي جديد طيب اليوم احنا بنقول لكم ليش لازم كلكم تأخذون بلاي سيشن 5 وتسحبون على البقية ورح نقنعكم عبر طرح سبع أسباب قوية السبب الأول مين يقدر يسحب على حصريات سوني؟ تعرف لو مشارات بلاي سيشن 5 بتفوتك كل حصريات الرهيبة اللي تملكها سوني نتكلم عن لعبة God of War، Horizon، Uncharted، راشتان كلانك، ديمون سولز، جران توريزمو وغيرها الكثير من ألعاب الطرف الأول اللي تقدمها سوني السيديوهات سوني تشتغل على ألعاب ضخمة للبلاي سيشن 5 وعكس السيديوهات الشركات الثانية نعرفها، السيديوهات سوني أثبتت نفسها مراراً وتكراراً وتقييمها بأثنين لقات عالية جداً وصارت شي معتاد عند سوني تجاه تقييمات العالية السبب الثاني حصريات الطرف الثالث إذا حصريات سوني نفسها ما تكفيكم، الشركة ناوية تجيب لكم حصريات طرف ثالث كثيرة مثل ما عودتنا سوني دائماً تشتغل مع شركات الطرف الثالث عشان تجيب ألعاب حصريه الجهازها من الأمثلة القديمة سلسلة ياكوزا وبرسونا ونير ونيو وغيرهم الكثير الحين تو جهازهم الجديد ما نزل وأعلنوا أنه فينال فانتسي 16 المنتظرة بتكون حصريه عليه تعرفون زي إيش؟ زي ما كانت فينال فانتسي ريميك اللي ما حد لعبها الآن إلا ملاك البلاي ستيشن فإذا كنت حب تكون من أول الناس اللي لعب ألعاب الطرف الثالث خصوصاً اليابانية ما لك إلا بلاي ستيشن 5 السبب الثالث يد البلاي ستيشن 5 المبتكرة سوني ركزت كثير في هذه المرة على أن يدها تقدم تجربة استثنائية ورغم أن الجهاز لسه ما نزل لكن شفنا طبيقات عبقرية لليد من الآن مثلاً كيف أزار الكتف بتعطيك مقاومة تشابه نظام استخدام المكابح في السيارات في مثلاً لعبة ديث لوب لو تعطل عليك السلاح فاليد بتتفاعل مع هذا الشي مع تقفيل زر الكتف عليك كأنك ماسك سلاح صدقي وقفل عليك زر طلق المسدس لعبة سبايدر مان تستفيد من نظام الهتزاز المطور فمثلاً لو سويت حركة معينة بتبدل يا تهتز من الجهة اليسرى وتتحرك الهزة وتندخل تتريجياً إلى الجهة اليمنى السبب الرابع الـ SSD الأسرع في العالم نقل بيانات السريع اللي بقدم الجهاز عن طريق الـ SSD بيخلي أوقات اللودنج سريعة جداً نتكلم عن ثانية وحدة بس مدة التحميل تكون نحن جاي نلعب مش جاي نقابل شاشة التحميل والـ SSD حقه بلاي ستيشن 5 بشهادة الجميع هو الأسرع على الإطلاق سوني استعرضت قوته في فيديو للعبة راشد أن كلانك الجديدة وشفنا كيف أن البطل راشد يقدر يتنقل بين عوالم مختلفة بالكامل في لحظة من الزمن السبب الخامس عشان تكون مع الغلبية إذا كان بلاي ستيشن 4 مقياس فالبلاي ستيشن 5 بيكون أكثر جهاز شعبية في العالم يعني غالباً أخوياك بيكون عندهم بلاي ستيشن 5 بعد وإذا أنت من النوع اللي تلعب مع صحابك كثير أونلاين وتيبي تتبادل معهم ألعاب وغيرها الأفضل أنك تصير مثلهم وتأخذ لك بلاي ستيشن 5 السبب السادس سوني دائماً رهيبة بدعم اللغة العربية في ألعابها وجهازها سوني كانت أول شركة تعرض بنظام جهازها لما عربت واجهة المستخدم في البلاي ستيشن 4 وأيضاً سوني مؤخراً تقدم خيار اللغة العربية في كل ألعابها الكبيرة مثل ما شفنا في لعبة هورايزن أو غوسب تششيما أو ديستراندنج وغيرها من الألعاب الضخمة لذلك إذا يهمك إن تجربتك تكون بالعربي البلاي ستيشن أفضل مكان لهذا الشيء السبب السابع السعر بين كل أجلة الجيل القادم والخيارات الأخرى مثل البي سي البلاي ستيشن 5 هو الأفضل من ناحية السعر يعني لو بغيت تحصل على جهاز بلاي ستيشن 5 يتوفر لك النسخة الرقمية اللي ناقص منها فقط مشغل أقراص بيكون سعرها في يوم الأصدار هو 1839 ريال شامل الضريبة هذا يعتبر أرخص مدخل الجيل الجديد ما بين كل الخيارات الموجودة إذا تبيت تجربة كاملة بتقة الفوركي طيب الآن وبعد كل اللي قلناه هل أقنعناكم تشترون لكم بلاي ستيشن 5؟ عطونا أجابتكم بالتعليقات وقبل ما تطلعون باستنتاجات غلط إحنا ما ننصحكم بلاي ستيشن 5 فقط بل هذه واحدة من وجهات النظر اللي راح نقدمها انتظروا مننا فيديوهات قادمة مشابهة لأجهزة منافسة بحيث نعطيكم وجهة نظر مخالفة تماما للي شفتوها اليوم كالعادة لا تنسوا أضغوا اللايك واشتركوا في القناة كما قمت شيحة يعطيكم الافية ومع السلامة